وأكد العبادي أن أمام العراقيين الآن مهمة تطهير خلايا داعش الإرهابي المتبقية وهي عملية تحتاج إلى جهد استخباراتي وأمني وفق تعبيره مؤكدا أن نصر العراقي الكبير صنعه المقاتلون الأبطال والشهداء والجرحة أمامنا أيضا مهمة أخرى مهمة الاستقرار ومهمة البناء ومهمة تطهير خلايا داعش وهذا عمل يحتاج إلى جهد استخباري وجهد أمني وإلى وحدة الكلمة ووحدة الصف كما توحدنا في قتال داعش والقضاء على داعش علينا أن نتوحد في إعادة الاستقرار لهذه المناطق وعودة النازحين وتقديم الخدمات وإعمار جميع المناطق التي حررناها